إذا عندك خبرة بالاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات فذكر روح يشوفي اسمك وأذكر لك اسميا من جماعتنا الساحة والميداني اللي أبوها اعترض علي أنه هاني بنية منشطات إحنا من المنشطات اللي عدنا اثنين ما اعتراموا إنهم هم رياضيين عزيزين علي حيدر وزينا أركان فقط من الساحة والميدان وأني على تاريخ مجالي في مع السنة بالرياضة كل بطولة دولية بطولة عالم بطولة لندن ويتعرف وبطولة آسيا وبطولة عرب وغرب آسيا كل البطولات آني أخضع فحص منشطات دم هل في كل البطولات دم آني الوحيدة لعدال العراقية ليش لنا من ثلاثة الأوائل فوالدها اعترب علي هذا شغل بزنز بزنز؟ طبعا هو بزنز؟ يعني شي خاص بي بزنز عمل شون جانا قشو نطلين كتاب أترجقت لهم مكتوب جزائر السهلاني ما العلاقة ما العلاقة مو نقول لك أنا استنسان حتى لا عفرق مو لا عفرق مي ما أنت تعرف من دزل الكتاب الكتاب هو باسم جزائر أنا أقول لك جزائر دزلية لا مو جزائر دزلية أراوي كل محادثات من البدد طيب هذا انسحابت من الحلقة شنو يعني أنتو مطلتوني باس بهذا الموضوع يعني ما ردي يصير جدال ونقاش ويرند على موض المواضيع هو يعني أنا أعتبره حق حقا 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 لأنك تشفتي أنه أنت يجب أن تنسحني من الحلقة دخل أحمد ما أنا مكان أحمد لماذا لم تنطلتوني باسم؟ قبل نص ساعة يعني المفروض أنت أول ما دخلت للحلقة تقولين هذا الكلام أنا أصر تقول لك أما نعبر نص ساعة وتقولين والله أنا أنسحب فهو القرار متروكلش طبعا أكيد طبعا بس أنا سألليش سؤال قبل تنسحني بالانتخابات اللي صارت اللي هي الخبراء والرياضيين كم صوت حصلت ما عرف تقدر تتشوفها كم صوت حصلت صوت واحد صوت واحد أنا بني أبعدني لاعبة إذا أقدم أنا مو مجانب والله تدرسر أضوة أو أصر باللجنة الأولمبية هذا بعيد هذا مو محور بقاش ترى الانتخابات كلها طولها بعرضها ما مهتمت لأتعرف ليش؟ لأنه مستعدة قدامهم أجيبهم واحد واحد قالوا إحنا ضد رند قسماً بذات ربي اللي هم منه؟ كل الرياضين اللي طبعوا القاعدة الانتخابية سبعتهم لأنه نظمنهم عدناط عيس اللي هو اللاعب وياب الساحة وميدان اللي هو لاعب ويات وانتخبها وقالت أنا ضدها؟ والله العظم مستعدة قدامهم وذاتي اتفتح خطسة قدامهم قالوا إحنا ضد رند خابري زين زين لا لا بس دقيقة جبي لي أي واحد منهم يقول أنا اتصالت أو شنو اتصالت اتصالت بيهم أو أصلاً عندي أي علاقة بهم إذا أنت عندش عرقاء مواني حتى ما عرفتها لا أنا ما عندي عرقاء موعدناط عيس هم يعرف كل الزين دانا أنا اللي علاقة بالطاعة لماذا انتخبوها وهم لا يريدونها شوف هم هو هاي النفاق هذا النفاق هذا النفاق هذا النفاق إنه هم حجة وعليحة قدامي قسماً بذات ربي وما أحب أسوه مشاكل قالوا إحنا ضد رند زين شون أنا ندخل قاعة الانتخابات ولا صوت حتى اللي بصفي مارد أذكر اسمه إنه أنا انصدمت قال لي انطيني صوت وانطيش صوت قلت له من عيني زين أدخل بعدين أشوف كل هالرند وأنا أتمنى للموافقية أصلاً حتى مشت محتمة صراحة بس منصرة صرفة دوبينج منشطات لا هذا حق 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 شاكي حق لا لا أبد أبد غينزع منها حق هذا أكون أنا مكانها لو قد انتخابات اللجنة الأولمبية راح يترشحين ما أعرف بعد يعني سابق أندار هذا الموضوع سابق بعد أقل نابو 20 ساعة بعد ما مقرر ممكن إيه ممكن لا بس أنت قلت بعدني لاعبة أكيد أكيد فأنا لماذا أسبق الأحداث أنا أتمنى لها الموافقية بس هاي المواضيع سابق صارت يعني مبارحة هم رادوني بحوار نفس هذا الموضوع أنه أنا رفضت القرار إليتش وإننا نتشارف أولاً وإننا وإننا نتحضوكم والغرض من الموضوع حتى لا تقولين أننا أخذنا طرف واحد على حساب الطرف الثاني جمعناكم حتى تتحدثون وإليتش القرار شكراً جزيلاً السؤال طرح الموضوع بهذا التوقيت وشطبت من الهيئة العامة بهذا التوقيت ماذا يعني؟ يعني أنني مشكلة أني عندي أخلاق ومحب أتعامل بنفس الطريقة التي هم وديتعاملون ويعي بيها